بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين لقد ذاعت شهرة الإمام البخاري في الأفاق وصار الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث الشريف وترقبه طلاب العلم لينهلوا من غزير علمه وفقه يعني منذ لحظة أنه بيعرف طلاب الحديث الشريف في أي بلد بوصول الإمام البخاري إليها بيتهافتون عليه بل كان ينادى في البلد اللي بيصل إليها الإمام البخاري بوجوده يتقال إنه موجود ليقصده طلاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للتحديث وللرواية ذكر الحافظ ابن حجر في المقدمة وقال غنجار في تاريخه غنجار ده مؤرخ وهو صاحب كتاب تاريخ بخارة بخارة اللي هي البلد اللي اتولد فيها ونشأ فيها الإمام البخاري فغنجار صاحب تاريخ بخارة هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان المعروف بغنجار ذكر بيحكي قصة في كتابه تاريخ بخارة بيقول أو ذكر ما سمعه مسندا إلى يوسف بن موسى المروز يقول كنت بجامع البصرة إذ سمعت مناديا ينادي يا أهل العلم يا أهل العلم لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري فقاموا قام أهل العلم طلبت الحديث كلهم قاموا في طلبه وهو بيقول وكنت فيهم فرأيت رجلا ليس في لحيته بياض يعني عايزي يقول إنه شاب حديث السن وكان بيصلي خلف الاستوانة وبعدين بيحكي بيقول فلما فرغ أي فرغ من صلاته بدأ طلاب العلم من كتر انبهرهم الشديد بالإمام البخاري لصغر سنه وغزارة علمه فلما فرغ أحدقوا به وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء مجلس الإملاء ده اللي طلبت العلم أو طلبت علم الحديث سألوا الإمام البخاري إنه يعقد لهم هذا المجلس اللي بيسمى مجلس الإملاء يعني ده كان بيقرأ الشيخ المحدث اللي بيعلم حديث رسول الله أو بيروي حديث سيدنا رسول الله عيس صلاة والسلام يقرأ الشيخ المحدث من كتابه أو من حفظه بيقرأ عليهم الحديث سواء من كتابه اللي مدون فيه الحديث أو من حفظه وبيملي على طلابه الحديث الشريف وده كان من أوجه عناية أو طريقة من الطرق اللي اعتنى بها العلماء بالسنة النبوية المطهرة عقد مجالس للإملاء وده عشان يضبطها طلبة الحديث ضبطها في الكتب بالإضافة إلى ضبطها في محفوظهم في الصدور وكانت مجالس العلماء للإملاء دي مشهورة جدا ومعروفة جدا عندهم وقد نشأ بناء على ذلك مصنفات حديثية جديدة خدت التسمية من معنى مجالس الإملاء أم لا يملي فجات كتب الأمالي تناول الحقيقة العلماء ذلك في مؤلفاتهم ووضعوا حتى لعملية الإملاء لإملاء أو آداب الإملاء عموما حطوا مجموعة من الأداب بتتعلق بالمملي وبالمملة عليه وطريقة تحرير الإملاء وضبط الكتابة عشان ينضبط الكتاب من التحريف أو من التصحيف يبقى ده كانت مجالس الإملاء اللي طلبت الحديث الشريف سألوا الإملاء المخاري أول ما عرفه أنه وصل البصرة وتم النداء عليه في جامع البصرة أنه وصل أنه تهافت عليه طلاب العلم وبالذات علوم الحديث الشريف وطلبوا منه أنه يقعد وأنه يعمل لهم مجلس الإملاء نعود إلى ما يرويه لنا يوسف بن موسى المروزي أن طلاب العلم لما علموا بقدوم البخاري للبصرة وزي ما ذكرنا إن دفعوا إلى الإمام البخاري يطلبون من البخاري أن يعقد مجلس الإملاء ده بيصور قبل ما نكمل هذه القصة اللطيفة اللي بتعكس مدى اجتماع أكثر أهل العلم على انضباط الإمام البخاري في منهجه العلم وأن طلبة العلم كانوا بيتهافت عليه لشهرته في ذلك وهم لما راحوا للإمام البخاري وطلبوا منه أن يعقد مجلس الإملاء الخاص بالحديث الشريف أجاب عليهم الإمام البخاري بأنه نعم هيجلس معهم غدا في موضع كذا الساعة كذا لأنه كان من عادات مجالس الإملاء في الحديث أنه بيتحدد لها وقت وزمان ومكان عشان يجتمع كل طلاب العلم للكتابة عن الشيخ وفعلا لما جاء أو لما كان الغد حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء حتى اجتمع يعني زي ما بيقول راوي القصة اجتمع أناس قريب من كذا ألف أكتر من كذا ألف قاعدين قدهم الإمام البخاري فجلس أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري للإملاء وحدثهم بأحاديثة ليست عندهم ما جت لهمش من الطرق بتاعت بلدهم وحتى بيذكر يوسف ابن موسى روي هذه القصة قائلا وأملى على المجلس على هذا النسق يعني يقول كل حديث روى فلان هذا الحديث عندكم الرواية اللي عندكم بتقول كذا فأما رواية فلان فبتقول التي يعني يسقها الإمام البخاري تقول كذا وهذه ليست عندكم وهو حتى أظهر ليهم المنهج بتاعه يعني حتى في مضمون هذه القصة اللي حاولنا نختصرها إنه بيقول لهم أنا شاب وأتيت إليكم لأعلمكم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم طالبوا كده من الإمام البخاري فقال لهم أنا حديكم من العلم ما ليس عندكم عشان يبقى فيه إفادة وينشر العلم وده كمان بيوضح دقة الملاحظة ودقة المنهج عند الإمام البخاري وتهافت الطلبة على مجالس العلوم أو علوم الحديث اللي كان بيقوم بيها الإمام البخاري يعني تكلم فيها الكثير وده بيتوافق حتى مع ما ذكره وراقه محمد بن أبي حاتم وراق الإمام البخاري وكان بيقول كان أهل المعرفة يعدون خلفه يجروا ورا الإمام البخاري أو الميشوفوه أو يعرفوا أنه موجود في طلب الحديث تارى يعني يعلنوا عن هذا في المساجد فينبئوا أو يعلموا جميع البلدة بقدوم الإمام البخاري تارة أخرى يمشي الإمام البخاري في الطريق فطلبة العلم يشوفوه أو يعرفوه يعدون خلفه في طلب الحديث يجروا وراه وهو ما زال شاب حتى يغلبوه على نفسه يصروا عليه مش هنسيبك اللما تعلمنا ويجلسوه حتى لو أجلسوه مش في المسجد ممكن يجلسوه في بعض الطريق فيكتمع عليه ألوف من الطلبة أكثرهم ممن يكتب عنه وكان شابا صغيرا وهو يعلم هذا العلم لذلك كثر أتباعه وكثر مريد الإمام البخاري حتى ذكر الإمام النووي وهو بيكلم عن اللي خدوا منه وأسماء المشهورين اللي تلقوا وتتلمزوا على إيديه وبعدين بيعلم بيقولوا أما الآخذون عن البخاري فأكثر من أن يحصروا صعب جدا نحصرهم لأن كان بيستمع ليه ألوف ألوف من طلبة الحديث وعشان زمان ما كانش فيه المايكات أو الميكروفونات اللي ربما بتبلغ الصوت كان بيبقى فيه من ضمن الجلوس مستملي الشيخ اللي بيقول للحديث وبيبقى ليه مواصفات معينة يستمع إلى الشيخ وبعدين ينقل إلى الصفوف التي لم يبلغها الصوت وهكذا نظم أهل الحديث طريقة إملاء الحديث ورواية الحديث وفي نفس الوقت أنه ينتفع بهذه الرواية أكبر قدر من طلبة العلم ومن تفعش بعلم البخاري بس طلبة الإمام البخاري بل شاملت كمان المنفع الشيوخ الإمام البخاري وفي قصص كتير في الموضوع ده أتكمل الأحاديث التي قام بأنه يعل بعضها أو أنه يصحح بعض السنة فيه أو أن يتكلم في بعض رجالها كان بيعمل ده مع شيوخه وشيوخ الإمام البخاري كانوا يقدرونه ويجلونه حتى قال الإمام البخاري نفسه ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه به أكثر من انتفاعي به وده بيدل على أنه انتفع بعلمه مش بس تلمزت الإمام البخاري وكذا أساتذة أشياخ الإمام البخاري وما نتعجبش لما نسمع ده عن الإمام البخاري لا نتعجب ما يقوله الإمام البخاري لأنه منفعته كانت عظيمة لأنه هو من الملاحظ في السيرة الزاتية بتاعته إنه صغير السن وبدأ التعلم وهو صغير السن فبالتالي بدأ يجلس مجلس التعليم وهو صغير لأنه بدأ العلم مبكر وهو لا يزال يعني صافي الذهن وتفرغ للعلم لم ينشغل بغير العلم طيلة حياته ابتدى العلم منه هو صغير جدا وابتدى الرحلات بتاعته في طلب الحديث وهو صغير جدا مشوفنا رحلاته اللي كانت جنب بخارة فيه الأقاليم المجورة وبعد كده يروح الشام والحجاز ومصر والعراق سافر قدر طاقته واستطاعته إلى كل الأمصار التي كان فيها أشياخ أجلاء يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ من علومهم وهو ابتدى العمل ده من سن صغيرة فما نتعجبش أنه نشوفه أنه يجلس مجلس العلم ومجلس التعليم مبكرا لأنه تفرغ للعلم لم ينشغل بغير العلم طيلة حياته فجلس الإمام البخاري للرواية والتحديث بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال شابا حديث السن فرحم الله تعالى شيخنا الجليل الفذ الإمام الحافظ الفقيه محمد ابن إسماعيل البخاري ترجمة نانسي قنقر